ايه? تقسم الديه ولا ايه? يا عم راوة اللي حصل حصل. انا عايزك تركز منتحاناتك. الفترة اللي جاية دي مهمة. وكلها كم يوم واسمك واسم ابوك هيلعلعه في السماء. فاهمني ولاق؟ يا حب. امش عايزك تلاقي. بتخفيش. انا مش نسيجي. قول بانسيسات تعايتنا كمان. يا ناصر بابتكليش ليه? قالوا انا اللي جاي باجري وقلت عسنتك المنابي ولا حاجة. وانا عمري جيت عليك. يا سيدي ولا تيجي. تعالي براحتك انا مسامحا. وبعدين كله يهون عشان خطرة بالنصر. انتو مالكو في ايه? ده النهاردة حتى جايلكو بحكاية اعتيني بالبيت. سك على حكايتك يا سيد. انا اللي ححكي النهاردة. ما تقلقش. بردك حتقلب البيت. منيجي 40 سنة. كان في راجل وسط. ماشيني اديهم في ايدين بعض. خدوا عهد. محنش يخطي خطوه. لما تاني يخطيها معاه. بانوا بيت. وحلفوا يملو بالعيال. لكن الدنيا استكترت عليهم السدر. خدت الراكل. وحطته في سكة. فضل نضمان عليها عمره كله. وكان بيصبر نفسه يا عيني. يقولها عشان خطر العيالته. وبعد شهور الست راحت. وفضلت العيال. ويهي لازمته الكلام دلوقت يا نصر؟ والعيال طلع منهم راجل وسط. بس اخوياتي. برضك عهدوا بعد. على انهم يربوا العيال. ويشلوا بتابوهم على ظهرهم. وماش تكوش. ولحد في يوم يجور عالتاني. الست ضحت بعمرها كله. عشان كلمة. والراجل نسي كلمته. فخد كل حياته من دماغه. وبعدها ليك يا نصر؟ رايح بالكلام على فين؟ وأول ما فكر يدوس. دس عليها. قصر قلبها ويدم فرحتها. قتل جزء. وطبطب عليها واني بتلطخة بالتفن. مش كده يا ابن موية؟ ولا أنا خلطان؟ قتلت عبد الحليم يا سيد؟ تجبتي كلام ده من ايه؟ ترد علي. قتلته ولا لا؟ حاصل. يا نهاري سويد؟ انت حتى بدتيش نفسك فرصة تسمع على عملت كده ليه؟ ليه؟ قتلته عايزنا استنى ليه؟ ايه كلام ده يا سيد؟ مش عايز اسمع كلمة من حد. وكله قد حط تساني جوابه. الحوار ده بيني بنخطوك ونصر. محدش ليه فيه. جري يا نصر. وانا كنت عمري بلطاجي ولا قتل قتلها. انا قتلك من زمان. انا ممكن اعمل اي حاجة صحة او غلط. بس البيت ده يفضل وقف على رجليه. والعال ده يتربق احسن تربية. وده مو بقى هو اللي هيزند البيت ويقومه يا ابن موية؟ هو اللي كان هيهده يا نصر. ليه حامل ايه؟ فضل ماشي وراي. فاعد يعزي حتى ما عرف سر ردوكي. بيسهمنا يا نصر. يا نولكي يا تربقة في دماغنا كلنا. سر يا ابوكي يعني ايه؟ انه تجير مخدراتي يعني؟ ولا انه لسه؟ لا أفرع. تخلاش تغيب منك. ايه اللي ابوكي انت فاهمه ولا لا؟ ويا. ما انت كمان تجير مخدراتي وكل الناس عارفه. قلت سيبهولي. خلاص كده ارتحت. هدت يا خولها. ما انت واخد الوقت بتشغله في الزفت اللي انت بتشتغل فيه. انت مين اللي بقولك الكلام ده؟ مين اللي عايز يوقع ما بيننا؟ مين اللي عايز يهد البيت ده على دماغنا يا نصر؟ انت مين اللي عايز يهد الهد ما بيننا؟ مين اللي عايز يهد الهد يا سيد خلاص من يوم قلبك طوعك تقتلي. من يوم ما كريت الحنال ومشيت ورى الحرامة وأكلتوا للعيال دي لحد ما بقوا كده قتلهم خطرات ما كانش عجبك بطة سيد ما كانش أقدم معام هي أنا عايز أعرف لما كنت سمعت تكلمك وطلقتها أنت كنت هتعمل إيه؟ كان هيقتلها طبعاً ولا ممكن كان يقتلك أنت كمان ما أقوله يا سحيد اللي تقال ده حقيقي؟ أخوي قال هيعمل كل ده؟ يا شيخ أفوق إنتي كمان إنتي إيه اللي خليك قاعدة مستناف بكابرت اللي إحنا عايشين فيه ده؟ واحد قتل قتلة والتاني متجوز لي واحدة شمالي وإنتي؟ إنتي ضايعاً والكبيرة لسه فاقة دلوقتي تتسكتي خالص ما أنت زيك زي يوم؟ ما أنتو منطينا واحدة؟ أنت مش بقية أختي قدام الناس كلها؟ أو ما أنت تلاقيك مش عارف؟ اللي هلن بعيتها على الهوى وفضحتها؟ حد ما عررتنا قدام الناس كلها؟ وأنا مش حاجة تفضح ولا تعري يا حبي ما تشوفوا نفسوكم وبلويكم الأول ما تخرسوا بقى؟ لا مش هنخرس جي قوانوا ولازم الكل يعرف أختي اللي مش فرق لها غير نفسها وبس وأي حد يتحرق من بعد والدكتور اللي مش داريان بالدنيا وراح يتجوز لي بطة دي حاجة ما تعرش يا دكتور؟ ما عرفناش؟ وإنت يا نصرة يا غلبانة يا مشيلان أهمك واللي حصلك طول عمري كأننا إحنا السبب ولو أي حد فينا عمل ربع اللي إنت عملتيه كان زمانكو ده بحينه دلوقتي واخونا الكبير اللي جاب لنا الشر الحد عندنا وقعاده مخدرات؟ مخدرات يا سيد وقتلك همان؟ طب ليه؟ دي أنا على كده ملاج جنبوكو بقى عاجبك كده؟ انت مش كنت جاي تقلي بالبيت؟ اهو دلم اهو؟ احنا ازاي كنا عايشين معاك في بيت واحد كل ده؟ رد علي ازاي كنا عايشين معاك في بيت واحد كل ده؟ وحشيني وحشيني يا خاميلي تخدني على السلامة بسرتي ونبي متزعلي مني اهطرش زعلي مني فراح تقليل جدا عنتك يا غمي ميلي عمل فيك ده ها؟ انت عميه؟ ميلي عميه؟ ميلي عميه؟ ميلي عميه؟ لا مش الآن انتم متخافش عليكم بس انا قلت اقولكم على الجواي اترد يا معلم سيد انت مش طول وقت كنت عايزنا بقى راجل واجه الناس؟ افضل واجهنا بقى هو النبي اهو عتقول كان عشانكوا تجاودها خلاص نغمت التضحية دي بقى دمعت قيل قوي احنا حتى ما شفناش خير من البزنس بتاعك ده ليه يا سيد؟ قل ليه أنا عملت كده ليه؟ ما تقول لهم يا ابن أبوي خلاص؟ خلصتوا؟ تراشتوا الكلمتين اللي كانوا جواكوا واجعانكم؟ فجأة كلكم بتلقعتوا مظليم وملائجة وسيد هو اللي ابن كلب اشتاول مش كده؟ سيد هو اللي خلقتوا فروموا في بعض سيد هو اللي كان بيجيب الحرام ويبلعه لكو فبقوكم بالعافية صح؟ بس أنا مكنتش كده أنا كان عندي حلم وكنت بصدقه ومن كتر ما صدقت وضحك علي بس مش هوها بس البلد كلها دحكت علي لما سفرت ورفعت اسمها في السامة واموكم اتدفنت في الأرض ومش لقى يسيريه في مستشفى خد أموكم وادوني ربعمية جنيه كنت عايزيني ساعتها عمل إيه؟ أخد أحمد أخدكم من ايدي وعلموا سامعة وأولي أنت وقت اتاخدوا الدبلوم وتستنوا عدالكم أولي أنت يا نصر كنت عايزيني جيلي كل يوم الصبح تديني مصروف في ايدي أبلو بخرج من باب البيت مخدرات مخدرات أه اشتغلت في المخدرات وأوسق منها كمان عملت كل حاجة في حياتي اللي تتخيلوه واللي ما شفتوش في حياتك قبل كده قتلت الجزء كان أسرق وقدر أعملها مرة واثنين وثلاثة كمان لو حد وزو الشطان وفكر إيه زي حد منكم بس أنا ما عملتش كده لوحدي مش بلوكم أنتوا السابق بس بصت الخوف اللي في عينيكم البكرة هي اللي خليتنا تغيب عدوني عشان أحميكم منها محدش يلوبني ولا عتبني أخوكو سايد بالشطان ولا أنتم ملايكا أنا كل اللي عملتوا دعشة البتريف دل واقف على الرجلين وأي حد فيكم شايل مني أو شايل من أخوهنا اعتبارها عركة وعدت اللي اتعور اتعور واللي مات مات بس بقول لكم لآخر مرة البيت ده من غيرنا هيروح هم 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 اشتركوا في القناة